لأنه في هذه النقطة كنت أسألت تريد تدد دخول أنا رح نقول ونرجع دائما بالذاكرة إلى الوراء كل ما كنا نسجل هدف في المقابلات المصيرية سواء أمام مصر أو المغرب أو أمام قاطرة كل ما نسجلوا يتراجع مستوى اللاعبين يعني هناك نقص في تسيير التفوق هنا لابد تدرك هذه الأخطاء نفس الأخطاء تكررت النفق كثير وورايت في هذه الدورة قلت لك في التلت مقابلات المصيرية ليضموا منتخبات جيدة أمام مصر كنا متفوقين وبالأداء والنتيجة حتى سجلنا الهدف والتي قلت مصر تغلبت علينا فنيا فوق المصر فعليش حللت لي الوضعية وش كان لازم يكون بالمنتخبات المنافسة عاود ترجع تليك تتحدث لي على مصر وتتحدث لي على منتخب قطر اللي عاود يقدر نرجع لك في هوقات مهمة نرجع لك أنا أولا من ناحية الفنية من ناحية الفنية لما تكون فائز تخرج بكورات لنبقى تشاريك الكورات العالية هذه اللي تحوس ترمي كورة عالية وتسنى الفريق المنافس وذلك كيمال بوكسور اللي يفررين يبقى في الكوة لا لازم تتنيك تضرب كيفاش نضرب شفناها مع جمال بالماضي في المنتخب الأول لما يسجل جمال بالماضي والمنتخب الأول يزيد يضغط يزيد لك التاني ويزيد التالت الفرق الواحي ليس أنا باستعداد غيموس بصراحة لديك شغولي وبالنصر لا مش بالاستعداد أنا حنتكلم وناحنتكلمه حقيقة هذا منتخب ما دارش توليفة ما دارش توليفة مع بعضهم أهنايا أنا معاك ولكن لما تكون كمنتخب وفريق المنتخب الجزائري لديك شنابالدر وقاليرا يعني شها ديزاتو عندك ديزاتو في ذلك اللاعبية ما عرفناش السيواتي من الخط فاند الممتخب مستعداد القول يعني عشية لديك شكرا